لو جينا نتكلم على منصة زي منصة ناتفليكس ناتفليكس استماعت كتير ان هي في كل عمل بيتقدم لها عشان تنتجوا هي بتشترط ان يكون في قصة حب للمثليين يكون في حاجة عنصرية شوية لازم هي بتشترط ده في العقد للناس برايحة عشان هي تنتجوا بص ما هو ده اللي هو بيكلمك ان احنا مش عايزين نعمل تمييز دول بشر برضو والمثليين دول بشر هو دي الخطة ان يكلمك بهذه الطريقة ولكن احنا بنتكلم على الخطة الكبرى اللي بتتعامل احنا بنشرابها يعني احنا بناخدها كده ممنفكرش فيها كويس يعني تخيل لما يبقى في تدريب تدريب ممنهج على بيع الاوطان يقولك بيع وطنك وطنك ده لا يمثلك شيء انت وطن انت وطن يعني اتنقل في كل مكان هو شو بعايز يلغي حاجة اسمها بلدان او اوطان يعني فدا العدو كان بيصرف عشان يعديكي يعني النهاردة بيستخسر فيك الرصاص والقنابل وتجيش الجيوش ليه 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 الاسهل ليه ان يحتل عقول شبابك وولادك يضمر بيها المجتمع اللي عايز يضمر ده مفيش اجمل من كده طيب التكنولوجيا العظيمة دي اللي اختراعها مين هم اعدائك هم الاختراعوا التكنولوجيا العظيمة مضبوط اختراعوها ويجيدوا استخدامها ولكنه يصدروها للشعوب السافهة الاستهلاكية اللي تستاهلك اي حاج تقف في طوابير يعني تقف في طوابير عشان حاجة تفهى فده اللي حصل ان ولادنا ومعظمنا كلنا بال12 و16 ساعة التليفون ليه وفارق اجسامنا ايه لزق في صوابعنا وفي عيوننا وفي عقولنا ادمان بقى ادمان ادمان ده يفرح قوي مين اللي بيجمع 34 مليار في السنة اللي هو ماسك السوشيال ميديا الانستجرام وتويتر وميسينجر وكل الوسائل دي اعمل شيء تافه هتبقى ترند يجيبوا واحد تخين مقلبزوا بكرش يرقص يقعد يرقص يموت على روحهم الداع صديقتي النهاردة على السوشيال ميديا في مصر انتي لا بص الإنجازات ولا بص لما هو قادم ولا بتتحضري لما هو قادم او لما شكلك ايه اللي قادم انتي بتتفرجي انتي بتتفرجي على ايه يطلعلك ست شكلها قبيح قوي طبعا ده بيشغلوا كران في الآتة ثلاثة عشان يعجزوها قوي يقولك تخيل هذه العجوز الشمطاء كانت نجمة السينما عظيمة في بلدنا وكان لها معجبين شوفوا الفرق حصل زي ايه اللي حيفدني انا مالي يعني ايه اللي حيفدني لما تعملوا ده ده بيحقق ترندات وتعوش تدواري مين دي الممثل عشان تعرفيها الفضول هو ربا فيك فكرة الفضول عشان انت سألت سؤال في البداية بس صحة جدا الفكرة ازاي يخلص من السبع مليار لا الانسان بيعمل كل شيء يضمر هذا الكون يضمروا يفجروا فيه دكتور مصري اسمه مونير الحسيني جامعة القاهرة درس الانقاذ التكنولوجيا اتكلم وكشف عن استخدام امريكا لغاز الكيميترل هذا الغاز المدمر بيعمل ايه بيغير طبيعة الخالق سبحانه وتعالى في الجو والتقس والمناخ وازبت انها قلقت هذا الغاز على كوريا الشمالية من عدة اعوام خلت الدرجات الحرارة عليا وما فيش مطر منعت المطر هقولك ده ليه وعملت جفاف في الاراضي الزراعية وفسد كل الزراعات وخصوصا الارز لعبة تجارية بين الدول العداء النهاردة بقى في اتجاه تدمير هذا الكون المصانع الكثيرة تتكلمي في حاجة المناخ والصناعات دي لازم تبقى فيه تعديل انظمتها علشان الغاز ثاني كوسيد بكربون دي يزداد في الجو بفظاعة نسب مرعبة فتلاقي العلماء بقى القدام اللي في القرن الثمنتاشر السبعتاشر في اواخر في القرن الثمنتاشر وكده وبدأت القرن التساعتاشر العلماء اللي كانوا حسنين منية جدا يعني واحد زي تسلا تسلا ده مهندس كهرباء كهرباء وهو اللي وقف قدام اديسون وطور الطيار الكهرباء يخلى طيار متردد مش طيار سابت والطيار المتردد ده وصلوا ان يعمل كهرباء تنور العالم ببلاش مين اللي وقف له؟ كل رجال الاعمال ولكن وقفوا له ليه؟ لا نحق يعني هيخلي الكهرباء ببلاش هما بيستفيدوا بالكهرباء بالضبط تطور الموضول دلوقتي لحد فين؟ هو دلوقتي يقدروا يعملوا ايه دلوقتي؟ هو بقى اللي حصل ان تطورت الابحاث دي وبعد ما ماد تسلا كمان طلعوا كل الاختراعات اديسون طبعا حربه لانه بمر له الطيار السابت بتاعه وحرق له مكتبه وحرق كل الاختراعات بتاعته ده حدوتها جميلة وانا نفسي ألعب الشخصية دي وانما هو سابر وابتلاقي يتذكر كل المعادلات وكل الاختراعات طلعها وعمل اول مولد طيار كهربائي متردد في شلالات نياجرا مين اللي ساعده؟ جورجي وستنجهاوس ده الرجل كان مهتم بتسلق اوه باختراعاته ووقف جنبيه اللي حصل بعد كده اي بقى؟ انه استطاع انه يستغل البرء والرعب والموجات الكهربائية اللي في السماء يعني اللي في الجو ازاي يستغلها ويعمل تردداته اللي هو كان بيخشى الحروب او استخدام اختراعاته في بيوش أو كده ولكن حصل النهاردة يستطيع ان يصنع زلزالا في اي مكان ايوان اللي هنقف بقى عند الحتة دي امريكا سنة خمسة وعشرين قادرة ان تحقق زلازل في اي مكان هي عيزة متوجهة ده نتيجة حتى المنظومة بتاعتهم يعني لو اتكلمنا عن الزلزال الاخير اللي حصل في تركيا وفي سوريا نقدر نقول او فيه تكهنات بتقول انه ده زلزال مصطنع مش حقيقي معمول خلي بالك نشوف بتكلمي عالم يعني ماقدرش اغزم انا ماقدرش اغزم ليه؟ لانه حصل تبجير كهرومغناطيسي القشرة الارضية اللي انا قريت عنه يعني هي من 15 ل 27 كيلو القشرة بتفاوت حصل تبجير كهرومغناطيسي على بعد 15 كيلو في القشرة الارضية دي بتعمل ايه؟ الصفاح الارضية دي اللي هي بتعمل بتفرتكها وبتعمل اختلالات اللي بتسبب التسونامي الرياح تغيير الرياح الانطار الشديدة او الجفاف الشديدة بتحقق الزلازل الزلازل كانت مرتبطة بالبراكين شوية وحاجات زي كده زمان يعني النهاردة الزلزال بلا ايمر كانوا بيعملون خرايط يقولك ده ده خط زلزال موجود بيحصل في كل موسم او كل كان سنة ومعروف من اماكن الزلازل اصلا لا دلوقتي اللي عرفوا بالقطع سنة 25 ده ما تنويه انبيكا اعلن السلاح الجوي الامريكي اللي هو منظومة هارب اللي بيكلموا عليها قال لك من 2025 نستطيع ان ننال اي مكان في الارض بالزلازل والبراكين وتفجير البركين وانطار غارقة او جفاف او جفاف او جفاف او جفاف